to brainwash, trick and hide the truth the globally spread propaganda tried to convince the public into thinking that Qatar supports terrorism in some fashion this is completely and offensively false the blockading states 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 the solicitation of the community and that the electoralatus won't show that theポbra�ks the College of Protection and it's called the Academies during the covering years the call blessings it's revealed that the blockading students الجميع لا يمكن أن يشتروا بالمال ودول الحصار أيضا قللت من شأن حلفائنا السياسيين فرنسا وغيرها من الحلفاء يعرفون قطر كونها بلد آمن وشريك اقتصادي وسياسي مميز وهي دولة قامت بالكثير في مجال مكافحة الإرهاب أكثر من أي دولة أخرى خليجية منذ الحصار استمرت قطر في جهودها لمكافحة الإرهاب مع شركائها كفرنسا وعلى نحو المتنامي مع الولايات المتحدة الأمريكية إن التعاون في مكافحة الإرهاب مع الولايات المتحدة الأمريكية قد ارتفع إلى مستوى أكثر من أي مستوى في دول الخليج الأخرى في كل يوم إذا ما استمر الحصار يكون بطبيعة الحال يوما طيبا لتنظيم الدولة والقاعدة ويوما سيئا لأولئك الذين هم ملتزمون بمكافحة الإرهاب ودول الحصار طبعا أفعالها ارتدت على نحو المعكوس عليها وهذا بطبيعة الحال عززا من التطوير الاقتصادي في قطر الترميل الاقتصادي في قطر إن اقتصادنا تنوع ونمى خلال السنة الماضية قنوات تجارية أخرى فتحات وصناعات بنيت من الصفر ضمن حدود قطر للإفاء بالطلبات المحلية وأحوال دولي إن السبعة قطر كشريك موثوق عززت والحصار أظهر أن قطر لا تمزج بين السياسة والأمن أو السياسة والتجارة قطر تلتزم بعقودها حتى إبان الضراء والصعاب لم نخذل أي شركائنا فقد أسلنا جميع الشحانات الخاصة بالغاز المسال الطبيعي لسيما دول أوروبا أيضا لقد وجدنا أيضا شركاء آخرين هناك مناقصة بواقع ثلاثة مليارات دولار للمساعدة في افتتاح خط مترو الدوحة وهذه الشركات الفرنسية والقطرية تلعب دور أساسيا في تعزيز النمو على الضفطين في قارة أوروبا وفي قارتنا وبطبيعة الحال نحن لا نستطيع أن نبقي على هذا الوضع رغم اجتيازنا الحصار ولكن هناك تقطع لأوصال الأسر والأزمة تقود من أمن دول مجلس التعاون الخليجي وأشرق الأوسط والعالم وكما تعرفون من تقطنا عانت المرين من النزاعات ومجلس التعاون الخليجي كان واحة لأسلام في خضم هذه الفوضى بطبيعة الحال إن مصالح ضيقة تتبع عوضا عن الأمن الجماعي من قبل تلك الدول قطر تريد الاستقرار في منطقتنا لذلك نريد مجلس التعاون الخليجي متعافي ليصب ذلك في مصلحة ليس قطر فحسب وجيراننا ولكن حلفائنا جميعا في كافة أرجاء العالم ولسوء الطالع لا يمكن المجلس التعاون الخليجي واتفاقية الأمن المرتبطة به أن تعزز من استقرار المنطقة نحتاج إلى اتفاقية أوسع رغم أولئك الذين لم يستطيعوا أن يجلسوا وجها لوجه أعتقدوا أن السلام يمكن أن يكون أن نصل إليه عندما نتعامل مع بعضنا البعض كما قال سمو الأمير إن الشرق الأوسط على حافة الهوية يجب علينا أن نعيده مرة أخرى إلى بر الأمان كل دولة يجب أن تتمتع بالحقوق ذاتها وتطلع بالواجبات ذاتها وفقا لإتفاقية أمنية إطارية جماعية التي ستوفر لنا آليات تحكيم وتمكن قطر ذات الحجم الصغير أن تلعب دورا مهما في الشرق الأوسط وبينما نعزز من حرية الصحافة ونلعب كوسيط حيادي في النزاعات الدولية إن الاتحاد الأوروبي يوفر لنا نموذجاً للوصول إلى مبتغانة إلى نجاح الاتحاد الأوروبي يبرهن على أن التعايش المشترك والازدهار الجماعي ممكنان حتى في أعقاب أي نزاع مروع هذلك دروس يمكن أن نستفيد منها وحدون الأمل أن توجهوننا حان الوقت لنا أن نضع الماضي وراء ظهورنا في منطقتنا ونتفق بشأن الحكم الرشيد والمبادة الأساسية التي تعزز من علاقتنا مع جميعنا في أشهر الأوسط لسيما تلك الدول الأثرية مسؤولة عن حل مشاكل منطقتنا في قطر نحن نقر بذلك ونحن جاهزون لندلو بدلونا ونحتاج إلى مساعدة من الأسرة الدولية إذا ما أردنا النجاح إن دعمكم بالتالي أمر لا غنى عنها وبينما نلجو إلى المرحلة التالية فإن توجيهاتكم وستكون مميزة أشكركم لدعوتي وحدنا الأمل أستمر في هذا النقاش بينما نتطلع معا لسياغة مستقبل مظهر وناجح معا شكرا لكم 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 سأعطي سأعطي الناس شكرا لكم شكرا لكم ترجمة نانسي قنقر يجب أن هذا الأمر ينأخذنا إلى مزيد من الوضوح وأن أكون أكثر فاعلية طبعا لا تحدث عن الفعل وأعتقد أن فرنسا يجب أن تعمل يجب أن تكون فاعلا وهنا أتحدث بأن فرنسا يجب أن تكون بعيدا العالم اليوم يعيش حالة تحول كبرى وفي بعض حدوده طبعا هناك حالة من التشضي هناك طبعا هناك بلدنا أعرفه جيدا تحدثا ميشيل قلت وقلت بأن الفرنسيين الذين يعيشون في فرنسا وفي كندا طبعا كانت لدينا ديبلوماسية الآن في حالة التطور الذي في وجه لوجه أمام ديبلوماسية الأمريكية التي تتراجع في العالم بروماتي وأنها طبعا هناك مراحل وأنها كمناطق في العالم تعيش صراعات أو حالة تعيش نوعا من التصدع خاصة في القارة الأسيوية والآن لا نتحدث بصورة كلية على أوروبا ونحن نرى الآن بهذا حالة ما يقع الآن في المستوى كوريا الشمالية والتي بدأ بتبين فيها بأن هناك حالة من تصعيد من قبل الفرنسا وأن كل مواطن فرنسي الآن يمكن أن يقدم منظوره على مستوى ما يقع في هذا البلد والأمر هنا لا يتحدث عن حالة التصعيد اللفظي أو تصعيد البلاغي بين الأطراف النزاء ولكن طبعا هناك تصعيد على مستوى البعد العسكري ولهذا هذا يشكل حالة من الشك وحالة من الخوف بالنسبة لأوروبا وفقط يكفي أن ننظر هنا إلى ما يقع على مستوى حلف شمال الأطلسي والخلافات المستقايمة على مستوى تقديرات كل دول أوروبية بخصوص هذه القضية ومثلا بعد دول جنوب أوروبا يرون بأن الرهانات الكبرى هي تقوم على ضرورة ومع المركزية محاربة الإرهاب في حين أن هذا يشكل أولوية بالنسبة لدول شرق أوروبا والتي يرون بأن هناك ضرورة البحث عن حوار داخلي على مستوى حلف النيتو والآن ما نراه وما نعيشه الآن وهذا ما أردت أن توصل إليه اللحظة هو أن ما نعيشه اليوم في منطقة الخليج والصحوبات والخلافات ومحاولات الخروج من هذا النزاع الذي يبدو أنه ليس في صالح أي طرف وبالتالي فأنه مستمر ومتواصل وفي النخلتة فإن مجموعة كل الدول تعيشوا حالة خاصة ولهذا أمضي أبعث من ذلك وأقول بأن الولايات المتحدة الأمريكية والصين مثلا لديهم علاقات عادية الآن العلاقة ليس تبدو أنها علاقة جد متوسرة وابترف الرهال الأكبر هنا هو الاقتصاد وأعتقد أن الاقتصاد قد يكون مصدر توثر ومصدر صراع وطبعا هذا ما يمكنه قراءته في تجربة أوروبية فمثلا فمن لاحظ أن الفحم هو الذي كان سببا لبناء أوروبا وأن الاقتصاد هو الذي يجب أن يقودنا وهذا ما لاحظنا في تاريخ أوروبا ضمن البحث عن حلول الكبرى لو لدينا نتحدث هنا وأوضيف بخصوص وضعية قضية إسرائيل وهي قضية أودات أولوية لأننا نرح نراها دائما تمثل جزءا من النقاش الدائل حاليا على مستوى الدبلوماسية بين دول الخليج وحتى من وراء ذلك حتى من خلال المواقف التي تأخذها بعض الدول الكبرى في المنطقة حتى ولو تم الأمر بخصوص التعاطي مع قضايا الإرهاب هناك طبعا مواقف مختلفة مثلا تركيا وطبعا موقف الرئيس هولند مثلا بخصوص وضعية الأكراد الذي يبدو أنها قضية مهمة أعتقد الآن بأننا يجب أن فرنسا وهذا ما أريد الخطب الذي أريد أن أوصله لجميعا هو وهن رئيس الجمهورية سيد ماكرون الذي أبان منذ شهور على فرنسا فاعلة فرنسا تتقوى ومحتمة في موقفه من قضية الحريري والذي يبدو أنها أي وحيد مننا وبالنظر إلى العلاقة التي تجمع بين فرنسا وبين لبنان كان يجب أن كان يشعورا من شيء بشيء من الحرج لكن أعتقد أن موقف سيد ماكرون كان واضحا بخلاف علاقة سيد تراب مع المملكة العربية السعودية ومبادرته ولهذا أعتقد أن سيد الرئيس الفرنسي أخذ مبادرة وهنا أريد أن أحييه وأهنيه على هذا الموقف الذي اتخذه وطعا أنا هنا أعتقد أن سيد السفير بيزانسنو لعب دور أساسية جدا بمعية في قضية الخلاف الخليجي وعبر طبعا عبر الوساطة الكويتية وهناك محاولات للخرج من هذا الأمر وهذا طبعا ما نسعى إليه الأساسي بالنسبة للآن هو وهذا في هذا اللقاء هو في خلال هذا اللقاء الذي يُعقد في العاصمة الفرنسية باريس هو أن النصائح التي تقدم لبلدنا هو أن تبقى خارج الصراع وأن تأخذ مسافة منها من ما يقع الآن وهنا أعتقد أنه أحيي يجب أن تكون هناك أن نكون في قلب الصراع لكن فرنسا يجب أن تكون أن تكون دات أفق دات أفق يقوم على الإخلاص للمواقف فهذه المنطقة ما تقدر جميع النسبة للمناطق التي تحدثوا عنها هي تقتضي من فرنسا وسيد ميشيل توب دائما يستخدم الكلمة وساطة أنا أقول هنا بأن وسيد يقوم على عقد مصالحة وأنا سعيد جدا هنا بأن هذا اللقاء وخلال كلمة الأخيرة أريد أن أؤكد أن فرنسا تمثل عنصرا فاعلا لأن محاولة الإصلاح بين ذات البين خلال هذا الصراع لأننا نعتبر أن العلاقة هي علاقة تجمع بين أصدقائنا وأن هناك قواسم مشتركة تجمعنا جميعا شكرا لكم جميعا شكرا لكم لأنك معنا الآن لأن خلال هذا المتبر نعتنا أن نعطي للقضية بعدا أوروبيا لقد كنت مزيل خارجيا للمملكة الإسبانية وممثل الممتحدة في منطقة الشرق الأوسط وأيضا أنت أنت عصر فاعل جدا في أن هذا النقاش الدولي وشكرا جزيلا لأنك الآن موجود معنا خلال هذه العشر دقائق مساء الخير سننا من دواعي فخر هنا أن أكون مرة أخرى في باريس وأنا سعيد جدا لأن أكون هنا في البيت الأمريكي اللاتيني التي تربطني بها علاقة خاصة بإسبانيا ودائما أشعر باعتزاز بهذا الالتزام ومناقشة المستقبل منطقة الشرق الأوسط ومرة أخرى أشكر سيد ميشيل طوغ جريدة الوبينيون تيغنسيونال الذي دعا إلى مسار كاتفها ذي مننا حينما تلقيت الدعم وحينما اتصال الأول كانت لدي بعض الترددات هنا وحالب إلى التردد وقلت أن أقدم جوابا إيجابيا وأن أكون معكم في هذه الأمسية لربما في نهاية كلامي قد ترون بأن ربما قد تفاجأون قد لا تجدون النتجة ما كنتم تتوقعون وأنني أتيت هنا للحديث معكم ونختب بعض الأفكار والسبب ذلك يعود لسبب بسيط جدا هو أن الحديث عن منطقة الخليج هو الحديث عن أصدقاء أصدقاء في قطر طبعا لقد عشت سنة ونصف في قطر وفي المملكة العربية السعودية والكويت وكل دول الخليج والتي تربطني بهم علاقة عميقة بل أكثر من عميقة هي علاقة هي صداقة عميقة جدا علاقة ذات مشاعر تقوم على بناء أواصل المستقبل وكما أعرفهم جيدا وأعرف البناء القطريين والسعوديين وأعرف جميع دول الخليج أعرف إلى أي مدى هناك حساسيات لتجد بين الأفراد وتجد بين الأطراف وهي دائماً أدينة الحساسية دات منصوب مرتفع وكل التعبير وهي تعبر عن سياسة وعن لقاء بين أصدقاء عادة ما يلاتهم متوصل إليهم سيد الوزير وزير القطرية سيد الأصدقاء الفرنسيين السفراء دعوني أقول ودعوني أقول أجمع من الأفكار السريعة وبعض الاعتبارات لمجل المساهمة فيما أعتبره ما أعتبره يجمعنا جميعاً وبسبب أن نحن موجود الآن في هذا المؤتمر وبالتالي أن نكون أن نجعل من هذه الدول الخليج وهذا المجلس يعيد مرة أخرى إلى الوحدة وإلى العمل المشترك وأن يتم مضاعفة الصداقات وأيضاً تأمين مزيد من الرفاهية اسمحوا لي أن أبدأ مدخلتي بذكر ما قاله شارل دوغول رئيس الجمهورية الفرنسية السابق أنتم تعرفونه ومن تابعوا تاريخ الشرق الأوسط يعرفون كيف أن هذا القول المعروف لجنرال دوغول عندما يقول في أول رحلة له إلى الشرق قال أنني أطير إلى عالم متشعب بأفكار ضعيفة أنتم خبراء ومهتمون بشؤون الخليج عندما تريدنا أن تحاولوا فهم ما يجري حالياً في الخليج أنا قضيت ثلاثين عاماً في الشرق الأوسط والعالم العربي أستطيع أن أقول لكم أنه أحياناً نحن الأوروبيين والغربيين عندما نقترب من الإشكالية في الخليج وفي الشرق الأوسط بأفكار مبسطة الحقيقة متشعبة كانت كذلك من قبل لكنها اليوم هي متشعبة أكثر وأكثر ليست فقط مشاكل الماضي والأجندة الدولية التي كان ينبغي أن تكون قد تم تأويلها وإنهاؤها ولكن للمشاكل التي نتجت عن مئة عام من سايس بيكو نزيد إليها رهانات أخرى أمنية واختصادية ومالية والطاقة والثقافية وفكرية ودينية وكلها تتقاطع ولكي نفهم المشكلة التي نراها اليوم هناك حاجة إلى أن نتعرف أو نعرف لماذا في يوم ما استفقنا فعرفنا أن هناك قطع علاقات إبلوماسية بين قطر وعدد من دول الخليج الأخرى يا لها من مفاجأة كيف أمكن ذلك هم إخوة بين العربية السعودية وقطر نفس اللغة نفس الدين نفس المذهب لديهم خلافات اقتصادية وفي الطاقة نعم ولكن لا يحتاج أحدهما إلى الآخر ليس هناك نزاع جاد إذن ما الذي حدث لكي نصل إلى هذا الوضع مرة أخرى التشعب أقول لكم الأمر ليس سهلا صحيح أنه من الناحية دبلوماسية يمكن أن نجد صيغا وأن نجد إجراءات وأن نتقدم شيئا ما لكن عمق الأزمة جاد أكثر مما يمكن أن نتصورها لأن الرهانات ليست فقط العلاقات الشخصية لهذا أو لذاك أو سوء التفاهم لا أريد أن أدخل في ذلك لأن هذا ليس دوري وأعتقد أن دور الأوروبيين فرنسا الذي يستقلنا اليوم وأسبانيا التي لدينا بنظامنا الملكي الدستوري لدينا علاقات جيدة مع الملوك والأمراء في الخليج نحن نفهم لكن لن ندخل في النزاعات والتمزقات الوساطة الكويتية ينبغي أن تتقدم وتقوم بعمل جيد وتحاول أن تنزع فتيلة ما أوصلنا إلى هذا الوضع وبعد ذلك لكي تقوم أطراف أخرى بالمساعدة بمساعدة أصدقائنا كلهم أصدقاؤنا لكي يجدوا الطريقة إلى المصالحة وإلى الاستقرار والازدهار باختصار كيف يمكن أن نتصرف ينبغي وقد قال الوزير ذلك هو الدعوة إلى المصالحة والوساطة ينبغي أن يكون هناك وساطة ولكن أي وساطة كيف نصل إلى الوساطة الكويت تقوم بجهود وتقوم بعمل جيد في الإطار الإقليمي وهذا شيء نشيد به وندعمه لكن ذلك لا يكفي رأينا أنه لا يكفي إذن أصدقاؤنا في الخليج بشكل فوري يفكرون يقومون بقفزة وينظرون في الجانب الثاني من المحيط الأطلسي وترامب والإدارة الأمريكية دائما أصدقاؤنا في الخليج منذ معاهدة 45 لأسرة أهل سعود والرئيس روزفيلت يفكرون في الأمن ينظرون إلى الجانب الآخر لا ينظرون إلى أوروبا لم ينظروا إلينا بشكل جدي نقول ذلك بصراحة الأوروبا الضطيفة حتى عندما كان هناك في عام 85 المجلس التعاون التلهموا من المجلس الالتحاد الأوروبي لكنهم لم يقوموا بطريقة التواصل الأوروبي أنه ليس هناك حروب ونزاعات ونحن الآن لا يمكن أن نتصور أن أحد أعضاء المجلس الاتحاد الأوروبي يدخل في عضو معاذو آخر إذن هذه الطريقة في حل إذن هذه العلاقة بين الخليج والولايات المتحدة منعت أوروبا من أن يكون لها عملية دبلوماسية فاعلة لذلك أنا استمعت إلى مداخلة السيد الوزير واستمعت إلى السيد ربما أنه قد حان الوقت لتلعب أوروبا دورا لكن بأي طريقة أعتقد أن الدور والعمل الذي تقوم به فرنسا والرئيس إيمانويل مكرون ربما لها دور أساسي لكن يا أصدقائي مرة أخرى ينبغي أن ننتبه أنا كان يسمونني في إسبانيا الفرنسي لأنني كنت قريبا من المصالح الفرنسية وأنا متزود فرنسية أنا قريب من أصدقائي الفرنسيين وأقول ذلك بكل صراحة لا تقع في فخ العظمة الفرنسية لأنه كما قال الجنرال ديغول الشرق متشعب وأنت تحتاج الجميع يعني نعم لمبادرة الرئيس ماكرون ونعم أن تقودنا فرنسا وتقود البلدان الفرنسية الأوروبية الأخرى نحو وساطة دولية لكن لا لكون فرنسا وحدها تقوم بالتصرف وبالتعامل مع هذا الملف لأن الدبلوماسية الجديدة في هذا القرن هو أنه ينبغي أن تعامل مع عدة أطراف يمكنها أن تساعد في الوصول إلى حل وذلك ما أقترح عليكم بالرغم من أن فرنسا هي التي بادرت والتزمت فينبغي أن يكون معها أعضاء آخرون ليكون لها وزن وتأثير آخر من أجل الوصول إلى الحل وأنهي لأن العشر دقائق تمر بسرعة ما الذي يمكننا أن نقدمه في النهاية الرهان هو النموذج السياسي الذي يكون صادما ليس علينا أن نقول أنه النموذج الأفضل أم لا نحن ندافع عن نموذجنا وعن حقوق سيادة القانون وهذه عناصر الاتحاد الأوروبي لكن ينبغي أن نقدم دروسا عن النموذج لينبغي أن يختاروه لكن هناك أعمال ينبغي أن يقوم بها جميع الأطراف وهنا مرة أخرى خطر هذه الأزمة هو أننا بسدد العودة إلى الدبلوماسية القديمة إلى توازن القوى إلى المنظومة الوستفالية إلى مؤتمر برلين أو مؤتمر جينيف وننسى أن ما أضفناه بعد الحرب العالمية الأولى والثانية وهو نظام الأمن الجماعي وهذا فيه تناقض كبير أصدقائي إذ نجد أنه في جميع المناطق هناك نظام أمني في أمريكا اللاتينية في أغروبا بطبيعة الحال لكن في الخليج ليس هناك منظومة أمنية هناك مجلس التعاون الذي لا يعمل غير ناجح ولكن ليس هناك منظومة أمنية عامة وبدلا من التعامل مع الأطراف الفاعلة جديدة مثل إيران وغيرها لكي نفهم حقيقة الأزمة وكيف يمكن أن ندمج إسرائيل في المنطقة لماذا لا نتصور أو نتخيل أن هناك مؤتمر عام يجمع جميع أطراف المنطقة لبلدان المنطقة لماذا بدلا من أن نملأ الفراغات التحالفات هنا وهناك ونقوم بعمليات صغيرة تسيء إلى هذا الطرف أو الآخر لماذا لا يكون برنامج إيجابي نحن بصدد العودة إلى الدبلوماسية القديمة لماذا نقبل إدارة أمريكية التي تقضي على التعددية لماذا كل الجهود التي أردنا أن نبني نظاما تعدديا بصدد الانهيار نحن الأوروبيين الذين كنا محظوظين بدعم تلك التعددية مع منظمات الإقليمية نحن الذين ينبغي أن نأخذ المشعل لكي نعمل بطريقة فاعلة في إيجاد حل للأزمات لنجلس جميعا حول الطاولة ولنضع برنامجا ونضع الشروط ومسؤوليات كل طرف وسترون أيها الأصدقاء أنه يمكننا أن نصل إلى الاستقرار وأن نوجد شرق أوسط أكثر استقرارا لكن لذلك ينبغي أن نحل مشاكل الماضي وهنا قطر العربية السعودية وغبولدان الخليج يمكنها أن تساعد لذلك فإن هذه الأزمة خطيرة في الوقت الذي ينبغي أن يكون العالم العربي موحدا أفضل من السابق ليحل القضية الفلسطينية هذه هي اللحظة التي اختار فيها العالم العربي أن يكون أكثر انقساما وهذا ما وجدته خلال الثلاثين عاما في الأوسط العالم عربي عالم عربي منقسم ومتواجه هو ضعيف لأنه ليس متحدا ينبغي أن يتوحد العالم العربي وأن يعود إلى وحدته والقضية الفلسطينية هي يمكنها أن تجمع الأطراف وقطر لديها القدرة للتثير في حماس افعلوا ذلك بشكل إيجابي جدوا الحلول أعيدوا توحيد الساحة الفلسطينية لكي يكون هناك برنامج فلسطيني وموحد ينبغي أن نعمل معا من أجل أن نضع حدا للأزمة السورية والنزاع السوري ولجميع الأزمات في المنطقة نستيع نعف على ذلك إذا كان هناك إيرادة وكان هناك رؤية وإذا عدنا إلى الوحدة وإلى دبلوماسية هذا القرن وليست دبلوماسية القرن السابع عشر أو الثامن عشر الأصدقاء الأعزاء أعتقد أن الجميع يريد الخير للجميع وأود أن أشكر مؤسسة أوبينيو أو الرأي الدولي على هذه المناسبة سيد الوزير كما قلت أنا لم أدعوك لأنك تسألت إن كنت تريد أن تأتي أم لا وقررتم أن تأتوا وأنا أشكركم على ذلك قبل أن نعطي الكلمة لشخصيات مهمة في نفسها ولنا أحنا أود أن أقول كلمة برنامجنا أن يكون هناك أخبار جيدة ربما هي تغيير وزير الخارجية الأمريكي بالأمس لكنها كلمة سيقولها أنتوني بيلانجي الذي أشكره على حضوره لذلك سمحتني أن أطلب منك الحضور وهو وهو يعرف العالم العربي بما أنك تكلم العربية والفرنسية والإنجليزية وهو سيغادر في وقت مبكر لن يمكنه أن يقول لنا ما يريده لكن سوف نقرأ له على موقعنا على الإنترنت وأغتنم هذه الفرصة لأقدم احتضارات جون ماري بوف كام الذي غير موجود الوزير الوزير السابق والسناتور ورئيس مجموعة الصداقة بين فرنسا ودور الخليج وبعكس مجلس الأمة الذي فيه مجموعات صداقة عديدة هنا لدينا مجموعة واحدة تسمح بتسهيل الدبلوماسية البرلمانية لكنه لم يتمكن من الحضور وهو يعتذر عن غيابه لكنه حاضر معنا سوف نعطي الكلمة الآن إلى سيدة لتيسيا ساكول التي هي نائبة في مجلس الأمة في الجمعية العامة من حزب ال غروب En March أنت لستي وحدك هناك وفد معك ويبير جوليان الفريار نائب منطقة رون ليس بعيدا ولكن ليس نفس شكرا لحضورك وبالنسبة لأوبينيو انترنسونال نحن من مؤسسات المجتمع المدني لكن هناك رهانات لا يمكن أن تقدم فيها بمفردنا والدول لا يمكنها أن تتقدم بنفسها قد نظمنا أول مؤتمرا دولي ضد حكم الإعدام في الحادي العشرين من يونيو 2001 وكانت علامة فارقة فكرت إذن ينبغي أن نفعل ذلك مع نواب في مجلس في البرلمان الفرنسي وقد تمكننا في الاتصال بمنظمات حقوق الإنسان ومع محامي ورأيت جوماري بورغبورو الذي أحيي وكان هناك الكثير من النواب في البرلمان إذن أنا أؤمن بالتحالفات في مواضيع معينة ولم يكن من الممكن أن ننظم بعض المؤتمرات والفعاليات دون مشاركة من نواب البرلمان لقد تأخرنا في دعوتك أشكرك على حضورك وأعطيك الكلمة أمسيات أمسيات النواب طويلة أود أن أقدم لكم أسباب تعلقي بالشرق لأنني مقتنعة بأن التاريخ الكبير لا يكتب إلا من خلال تواريخنا الفردية وهذا التعلق يعود إلى تعيني كصاحبة قبعة زرقاء وكان ذلك عاملا تأسيسيا وقلت لنفسي إنه من أي مكان نقف في الحدود فإن لا يمكن لأي إنسان أن يقبل أن تكون الحدود بهذه الطريقة وزيارة بيروت كانت أيضا مؤثرة في عندما ذهبت إلى هناك في عام 2008 وجدت عمارات الأدوار الثلاثة الأولى مسكونة ولكن الأدوار العليا مدمرة بالكامل وذلك يعطي صورة حقيقية عن ما يتصل إليه نزاعات بين البشر نعبر أيضا عن التزامنا بقضايا الشرق الأوسط ونحن نستمع دائما إلى الخبراء في الشرق الأوسط ونلتقي بالوزير جونييف لدريان ونعمل مع زملائنا ونصاحب المبادرات من أجل تعزيز السلام وذلك يبدو بشكل واضح الديبلوماسية الاقتصادية التي تحدث عنها سيد فانسون رينا لأنه في اللجنة أو المفوضية هناك أفراد يريدون أن يعزز الديمقراطية الاقتصادية هناك عمل برلماني يتم وكما قال السيد الوزير موراتينوس ينبغي أن نتفاد فخ العظمة الفرنسية وكان هناك مبادرة برسالة شارك فيها برلمانيون فرنسيون وأمريكيون وألمان سفرين وألمان وغيرهم لكي نطلب من إدارة ترامب أن تحافظ على اتفاق النووي الإيراني ولكي نوجد اتفاقا حول هذا أو اجماعا حول هذا الاتفاق الدبلوماسية الفرنسية في الشرق الأوسط تكتسي أشكال المختلفة وقد استخدمت كلمات عديدة عن مكانة فرنسا سمعنا وسيط وحتى تكون الكلمات واضحة سألت عن دفاتر الشرق الأوسط ما مكاننا كفرنسيين في الدبلوماسية وأحببت رده عندما قال أن فرنسا هي همزة وصل وذلك ما نطمح إليه لأن الناس يبنون جدرانا كثيرا وعددا لا يكفي من الجسور وفيما يتعلق بلبنان وبعشرة الحريري ذكرت الإيران واتفاق فيينا وكذلك دعمنا للعملية التي يقوم بها ستيفاندي منصورة المبعوث الخاص للأمم المتحدة والمسألة الرئيسية هي ما بعد تنظيم الدولة لأن شروط أمننا هي أن نتعامل مع فترة ما بعد تنظيم الدولة بشكل واضح وبالوسائل الحديثة يبدو الأمر سهلا ولكن الفوز بالمعركة ليس كافيا ينبغي أن نفوز بالأمن أيضا وبالسلام وكل الجهود الدبلوماسية والعسكرية وغيرها لذلك أحيي السيد فور لأنه فكر في هذا الأمر بشكل شامل وكذلك الهياكل الحكومية والإدارات والجامعات لأننا اليوم في باريس وفي جامعاتنا نستقبل مهاجرين السوريين كانوا طلابا وهم الآن في باريس لأن جامعاتهم تم تدميرها وتبدو آثار تلك الأزمة واضحة في أبدانهم ونفوسهم وأتفق مع الوزير موراتينوس لنحي أن المبادرات ينبغي أن تجمع أكبر عدد ممكن من أجل أن يكون هناك اتفاق وأن الأفكار البسيطة غير كافية صحيح أن الأفكار البسيطة غير كافية خاصة إذا أردنا أن نهدم الجدران وأن نبني الجسور لنتحدث عن دبلوماسية البرلمانية ليس هناك دبلوماسية برلمانية دون عمل وثيق مع الدول والسلطات الشرعية والسلطة التنفيذية هي التي تحدد السياسات هناك العلاقات بين البرلمان وبين وزارة الخارجية وأعطي الكلمة للسيد بيرتران بيزانسنو الذي السفير الذي أشكره على حضوره وقد نشرنا لقاء مع المتحدث باسم كيدورسي ولدينا الشخص الذي يعرف جيدا الموضوع ومجلس التعاون وأعضاءه أنت نفس السفير الوحيد الذي كنت في سعودية وفي قطر إذن أنتم تمثلون فرنسا لأننا نحب أن نتناقش ونتفاوض مع الجميع أعطيك الكلمة إذن حسنا السيدات والسادة الوزراء والنواب والسفراء والأصدقاء لأن أرى بعض الأصدقاء هنا أود أشكر ميشيل تو وأوبينيون ترنيسون على هذه المبادرة في عقد هذا اللقاء وأرى وأرى فيه نجاحا كبيرا بالنظر إلى عدد المشاركين والمتحدثين هو نجاح جيد لبدء هذا النشاط الموضوع مناسب تماما وهو الوساطات في الشرق الأوسط في وقت نأسف لذلك روح المصادمة والصدام هي السائدة أكثر فأكثر في حين أننا مقتنعون وقد قال ذلك وزير موراتينوس ولكن السيدة النائبة نسعى إلى أن نحافظ على روح الحوار والتعددية وذلك أحد الأسباب وينبغي نعترف بذلك هو الذي جعل فرنسا دورا تقليديا في هذه المسائل وبشكل خاص رئيس الجمهوري الحالي الذي يحرص على محاولة التفاوض مع جميع الأطراف قد يكون حوارا نقديا ولكنه صريح حتى لا يكون هناك جدران فقط هذه سياسة الفرنسية من أجل الوساطة تنطبق على أزمة الخليج وهناك أشياء كثيرة قيلت فلن أعود إليها الجمهور يعرفون المآخذ الموجودة بين الدول المعنية بين الحصار الأربع وقطر وهي ذات طابع تاريخي وبعضها شخصي وهناك مشاكل أساسية لا ينبغي إنكارها مسألة تمويل بعض الحركات المتطرفة وحضور بعض الشخصيات في بعض العواصم وحرب إعلامية وصلت إلى حجم مفاجئ في هذا الجزء من العالم وكذلك السؤال المتعلق بالوضع الإقليمي والعلاقات مع إيران وغيرها ما هو واضح هو أن هناك في هذا النزاع مسألة مشكلة سياسية أصلية وليس من سهل أن نلخص الأمور رأيي الشخصي أن يعود ذلك إلى السياسة الخارجية والتواصل لدولة قطر وذلك في وقت كان شركاء قطر كانوا بالعكس يتابعون سياسة محاربة الإسلام السياسي وذلك ما أدى إلى الكثير من الاحتكاك والتصادم هذه القضايا والمساء ليست جديدة كان هناك أزمة مماثلة قبل عدد سنوات تم توصل بعدها إلى اتفاق في عام 2014 لأن هذا اتفاق لم يصمت كثيرا قبل عشرة شهور دول الحصار اتخذت إجراءات ضد قطر وقد كان هناك جهود دول صديقة ومنها الولايات المتحدة وفرنسا لمحاولة إيجاد حل والجميع يعرفون أن الوزير الخارجية السابق أصبح سابقا منذ الأمس اقترح خطة مفصلة يبدو دون أن تحقق النتائج المرجوة ورئيس الجمهورية شخصيا اتصل عدة مرات بجميع قادة الدول المعنية لكي يفهم ما هي المآخذ ولكي يعرف إلى أي مدى يمكن أن يساعد ووزير الخارجية السيد لودريون هو نفسه قام بزيارة إلى المنطقة وأجرى محادثات واتصالات وفي سبتمبر الماضي الإليزي طلبت مني أن أحاول أن أساعد الوساطة الكويتية انتلاقا من الإضافة التي يمكن أن أقدمها تعود إلى كوني قضيت سبع سنوات في قترة وتسع سنوات في السعودية ولدي اتصالات في البلدين يمكن أن يكون لدي قيمة مضافة ما هو الوضع اليوم يمكن القول بأن الوضع يظل قائما وليس هناك تقدم في الحسار القائم لكن يبدو أن التوتر أصبح أقل بالرغم من أن حرب الإعلامية متواصلة وبشكل يؤسف له مجلس التعاون يعمل ولكن بشكل بطريقة شكلية كان هناك اجتماع لمسؤولين برلمانيين للبلدان الستة وكان هناك كاس الخليج هناك عدد تدل على أن مجلس التعاون ما زال موجودا بالرغم من أنه يفعل ذلك بسطورة شكلية هناك هناك اتفاق بين الولايات المتحدة وقطر حول مسألة التحكم في التمويلات المختلفة والنتائج اعتبرت من الجميع على أنها نتائج جيدة وإيجابية نحن أنفسنا عند زيارة رئيس الجمهوري إلى قطر وقعنا مذكرة تفاهم أو نوايا حول هذا المجال وعندما نحاول أن نرى مواقف الأطراف المختلفة نعرف أن بعض أعضاء دول الحسار لديها موقف صارم الممكة العربية السعودية التي تلعب دورا مهما في المسألة هذا انتباعي الشخصية على أي حال تنتقد أو تؤيد البلدان حصار الأربع لكنها لا تعتبرها ملفا ذا أولوية وبالنسبة للسعوديين فإن تطبيق رؤية 2030 هي الأهم ومحاولة التصدي للتأثير الإيراني إذن الملف القطري لا ينظر إليه على أنه ذو أولوية كبرى هناك بطبيعة الحال ينبغي أن نكون متفائلين لكن هناك عنصرا جديدا وكما تعرفون هناك إرادة الإرادة الأمريكية والرئيس ترامب في أن ينظم في مايو القادم قمة في واشنطن بين الولايات المتحدة وبلدان مجلس التعاون ستتم بعد عام من زيارته إلى الرياض ومشاركته في أول قمة بين مجلس التعاون والولايات المتحدة لكن الرئيس ترامب يريد أن تكون هذه فرصة لتعكس العلاقات المتينة بين مجلس التعاون والولايات المتحدة في مجلس التعاون والعقود وغيرها ويعمل أيضا أن هذه القمة لا تشوبها الخصومات بين دول الخليج إذن ذلك سبب مهم يدعو الإدارة الأمريكية لمحاولة التشجيع هذه البلدان على التقدم نحو خروج من الأزمة وكما تعرفون كان هناك مهمات قامت بجولات في بلدان الحصار وقطر من قبل الجنرال زيني مع مدير شؤون الشيق الأوسط وافريقيا الشمالية وقامت بجولة في المنطقة لكي تبلغ رسالة مزدوجة وهي أنه في واشقنا اليوم اتفاق بين الجميع الأطراف حول إرادة حول الرغبة في الخروج من الأزمة تبدو الصيغة غريبة لكن كان هناك فترة في المنطقة كانت أطراف تقول أن الرئيس ترامب لديه رؤية والسياد يرسون له رؤية أخرى ولا ندري أين يقف وزير الدفاع وفي المنطقة عندما يكون هناك شعور بأنه ليس هناك رؤية موحدة وإرادة للتصرف فإن التشجيع يكون أقل هذه المرة كان ذلك هو كانت تلك هي رسالة زيني يقولون في واشنطن الجميع متفقون حول الرغبة في التقدم لإيجاد مخرج من هذه الأزمة لأننا نريد أن ننجح قمة الولايات المتحدة ومنجس التعاون حتى لا تشوب المشاكل بين الدول المنطقة والفكرة أيضا هي التفكير مع كل من البلدان حول إجراءات بناء الثقة التي يمكن أن تقبلها جميع الأطراف لمحاولة الدخول في عملية معينة ونعرف أنه لن يتم حل القضايا أو أزمة مثل هذه أو كما ذكر الوزير القطري هناك جروح عميقة ولن يتم حل الأزمة بين عشية ودحاها لكن يمكن البدء في عملية من خلال إجراء بناء الثقة تسمح بالدخول في عملية حقيقية لإنهاء الأزمة هناك خيارات عديدة بسبعة الحال أعرف أن أصدقاء أمريكيين يتحدثون في الوقت نفسه عن سماء مفتوحة أو إيجاد مجموعات عمل تسمح بالتقدم إذن هناك إجراءات أخرى لست هنا لكي أوضح جميع الخيرات الأمريكية ولكن ما أود قوله هو أنهم قاموا بهذه الجولة لصبر إمكانات الحل سوف نعرف نتيجة مهمتهم قريبا وبناء على تقييمهم لإمكانيات التقدم في هذا المجال أو ذاك فأن الفكرة تتمثل في أن نرى مع الوساطة الكويتية التي ينبغي أن تلعب الدور الأول لأنها أزمة بين بلدان أسرة واحدة ومن الواضح أنه من المهم أن الكويت تلعب دورها بالكامل وأن يحل المشاكل داخليا دورنا نحن الفرنسيين في هذه الوساطة هي أن نشجع الكويتيين على الاستمرار وأن نرى بوضوح مع الأمريكيين ما هي الخيارات الموجودة ولكن أيضا أن نخاطب الأطراف المعنية حول أن استمرار هذه الأزمة سيئة بالنسبة للجميع وتضع مشاكل إنسانية عائلية كما خيلا لأن في هذا الجزء من العالم الأسر مشتركة بين البلدان والوضع يشكل أو يمثل مشاكل عديدة للكثير منها ثم أن هذه الأزمة تعطي صورة جماعية سلبية في أوروبا أو في العالم ونرى أن الإعلام لا يفهم أسباب هذه الأزمة وهم يمثلونها كأنها معركة بين أمراء لا يحب بعضهم بعضا لكن يمكن أن يكون هناك مشاكل سياسية ومن الواضح أنه من ناحية الاقتصادية نرى أن بلدان الخليج تقوم بإصلاحات اقتصادية مهمة في اتجاه نموذج اقتصادي جديد ومن مصلحة الجميع أن هذه المرحلة الانتقالية تكون ناجحة وهي تقتضي أن يكون شراكة حقيقية بين أوساط الأعمال والأوساط الأعمال الدولية ومن الواضح أن المستثمرين الدوليين لا يحبون أن يكون هناك لديهم شعور بوجود توتر ومجازفة وعدم يقين لذلك من المهم لإنجاح الإصلاحات الاقتصادية وبرامج الترمية أن يتم إنهاء هذه الأزمة وكل هذه الأسباب يتم الاستماع إليها وبالنسبة لبعضها ليس هناك استعجال وسوف نستغل فرصة الإرادة الأمريكية للخروج من الأزمة لأسباب خاصة بهم لكن نستفيد منها من ناحياتنا الفرنسيين لكي نحاول أن نسهل الوساطة الكويتية وأنا وأيد سيد موراتينوس على أنها ليست مسألة فرنسية ينبغي يكون هناك تواضع ووفاء وهو وفاء لقيمنا ولأصدقائنا ونحن نعتبر أن مختلفة بلا بلدان المنطقة هي صديقة لنا ولكن ليس ونحن نعرف أن السرية شيء مهم للتقدم وعندما ذهبنا قطعنا شوطا كبيرا في الانتقاد العام نعرف أنه ينبغي أن نحل المشاكل باعتدال ونحن قادرون على أن نساعد في هذا المجال لكنها عملية ليست فرنسية أذكر بأن سيدة موغيريني قدمت وثائق حول ما يمكن الالتحاد الأوروبي أن يقوم به من أجل ضمان إبرامي اتفاقيات وأذكر أيضا أن سيدة اليوماري كانت وزيرتي لمدة خمس سنوات وهي رئيس لجنة العلاقات بين الانتحاد الأوروبي ودول الخليج وهي التقت بعدة قادة ولدينا تنسيق جيد بيننا من أجل تحقيق تقدم وذلك ينبغي أن يكون عملا أوروبيا وأنهي بهذه الملاحة نعرف أن الأمر لن يكون سهلا هناك جروح عميقة وهناك مشاكل سياسية في الأصل وليس من استهل حلها لكن هناك إرادة حقيقية من العديد من البلدان الصديقة لمساعدة بلدان المنطقة ونعرف أن المشكلة الحقيقية هي مشكلة ثقة واليوم الثقة بين دول الحصار وبين قطر ليست موجودة للأسف لكن هذه مسؤولية دول الصديقة لأن تأتي لأن تكون قادرة على تقديم ضمانات فيما يتعلق باتفاق نرجو أن يحدث وفيما يتعلق بي أنا سأذهب إلى الكويت لمشاركة في مؤتمر حول رؤية 2035 لكن هذه ستكون فرصة للتحدث مع أصدقان الكويتين عن المراحل القادمة لوساطتهم شكرا جزيلا لكم وأرجو أن ذلك ساهم في إلقاء بعض الضوء على ما نقوم به مرة أخرى شكرا لكم على تنظيم هذا اللقاء الذي يأتي في وقته وحول موضوع الوساطة في وضع هناك الكثير من روح التصادم في المنطقة من المؤكد أن يكون أنه من المفيد أن يكون هناك من يدعو إلى الوساطة التعددية ونبغي أن نقوم بذلك بتواضع وبسرية وكذلك بإصرار شكرا 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 لو سمح شكرا لقد عرفنا الكثير خاصة إذا كان رئيس الأفريكي يريد أن يحاول أن يتقدم نحو حل هناك فرصتان فرنسا لديها ألمانيا لديها أخيرا حكومة لديها مستشارة ويمكنها أن تأخذ المبادرات وتتصرف ومع الرئيس ماكرون الذي يتفاهم بشكل جيد مع الرئيس الأمريكي أكثر من المصافحة بينهما هناك فرصة لأن تلعب فرنسا أوروبا وفرنسا وألمانيا وغيرها والسيدة أليو ماري تلعب دورا هاما يمكنها أن تدعم المبادر الأمريكي وتقرب وجهات النظر أود أن أشكر دائرة المستديرة شكرا للمتحدثين ومع الرئيس الأمريكي ومع الرئيس الأمريكي وتقرب وجهات النظر شكرا للمتحدثين شكرا للمتحدثين